بسم الله الرحمن الرحيم. السلسلة دي هدفها بمنطقة البساطة ان انا كنت بقابل بعض الشباب من الزملاء اللي عايزين يسجله رسائل ماجستير او دكتوراه. بيبقى هدفه ان هو دي دايما بتبقى البداية اللي بيبتدي بها معي. بيقول لي انا عايز احضر رسالة في تطبيق كزا. المشرف قال لي عايز احضر مواد نانومترية او استخدم مواد نانومترية في التطبيق بتاعت. ما معناه يعني هنتقابل ساعة ما ديكت انشر البحث. اللي هو المشرف سابني او هيعلمني شوية حاجات في التطبيق عندي بس سابني في جزء النانو ونتقابل ساعة البحث. بعدين بيقول لي انا بدأت اتعلم شوية التحضير ممكن اشتري انا المواد نانومترية هو معندوش مشكلة. اهم حاجة ان البحث بتاعي يكون في مواد نانومترية. فانا يعني يعني بحاول انا اعمل السلسلة دي بازن الله علشان الحتة دي انه واحد عنده فكرة معينة او عنده هدف معين ان ينشر ابحاث في مجال المواد النانومترية. ايه العقابات اللي بتقابلهم? ايه المشكلات اللي انا شفتها معاهم? ايه الاخطاء اللي بيقعوا فيها? ايه اللي هو المفروض يكون عارفه من بدري قبل ما يدخل في الطريق ده وقبل ما يمشي في المجال ده عموما? طيب. ايه هدف السلسلة? يعني هنعمل ايه في السلسلة دي? السلسلة دي مبنية على فكرة بسطة جدا. انه القراءة الصح هي المفتاح لنشر الابحاث بازن الله في الاخر. فانت حتى تلاحظ ان المشرف ممكن اللي مش فاضي ده دايما لما ييجي طالب مسلا ان يقول له انا عندي مشكلة في بحسة من الابحاث او انا عندي مشكلة معي في شغلي او 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 يقول له روح اقرأ. روح اقرأ. روح اقرأ وشوفه يسيبه ويمشي. اقرأ. دور اقرأ. فكلمة اقرأ دي احنا عايزين نفهمها ان هو عمق شوية. اقرأ دي يعني افهم الدنيا ماشية ازاي اتعلم الناس بتعمل ايه واعمل زيهم. اقرأ دي مش معناها اطلع على البحث. مش معناها عدي في يعنيه كده افهم اللغة اللي مكتوبة. اقرأ معناها افهم الموضوع. اقرأ معناها اتعلم من الناس دي. درب نفسك من خلال ان انت تشوف ابحاثهم عملوا ايه وبانت عمل زيهم. طلع لي زي ما الناس بتطلع. اعمل الشغل زي ما الناس بتعملو. هو كده. فاقرأ دي بتبقى حلل حاجات كتير. حلل تحضير المادة. حلل المشاكل اللي بيقابلها مع المادة النينو. حلل مشاكل التطبيق. هي اقرأ الكتابة مش عاجبة المشرف يقول له روح اقرأ شوف الناس بتكتب ازاي واكتب زيهم. مش عارف ايه مش طالع يقول له روح اقرأ شوف هيطلع ازاي. اقرأ 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 اقرأ. فانا كان كل هدفي في السلسلة دي ان احنا نمسك مجموعة من الابحاث. نحاول بإذن الله نقراها مع بعض. آآ قراءة متأنية شوية وقراءة فيها تفكير. التفكير بتاع لو انا البحث ده انا كنت معهم في نفس المعمل. وشفت الشغل ده هو بيطلع. من زميل اللي قبل مني. انا كنت اطلع الشغل ده ازاي بعد كده. او انا ازاي احسن على الشغل ده فيما بعد. ازاي اطلع شغل شابه او احسن منه فيما بعد. ازاي ابني على شغل اللي قبل مني. هو ده القراءة الصحيحة اللي ابحثنك. لما تقرأ بحث سأل نفسك سؤال. لو انا كان البحث ده اطلوب مني ان انا نعمله. كنت اقدر اقلده دلوقتي. يعني انا اقدر اقلد البحث دلوقتي عندي في المعمل. لو عندي كماويات وعندي وقت وعندي اجهزة. اقدر اقلده. اقدر اطلع الشغل زيه. طيب لو انا مطلوب مني بقى اعمل. خلاص هو نشر الشغل خلاص. لو انا بقى عندي اه عايز افكر فكرة جديدة بعد منه. اقدر ابني عليه حاجة. اقدر اعمل معه حاجة. فده اللي هده بتاع السلسلة دي. فانا ان شاء الله حاول اقسمها بإذن الله الجزء الرقم زيرو ده كله اللي هو المقدمة. مجموعة مقدمات هتنتكلم فيها ضرورية قبل ما نسخد في الشغل. بعد كده مسلا كل الفيديوهات لرقم واحد. هنمسك مادة مسلا زي حاول اختار ثلاثة اربع ابحاث عنها. كل بحث حاول اقرأ فيه قراءة متأنية. وبالمناسبة انه القراءة غريبا حتطول شوية. خصوصا اول ابحاث. يعني ممكن انا مسلا اول البحث ده مسلا مسلا يعني ناخد ساعة 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 نص. هقسمهم على كذا فيديو بإذن الله بس هو هيخد كده وقت الوقت ده. لان زي ما قدت لك انا عايزة اقرأ البحث واحدة بواحدة معيك. عرفك ازاي بنلخص البحث? ازاي ايه اهم النقط اللي في البحث? ازاي انت تبني بحث شبهه? ازاي انت تعمله? عايزة فهمك المشرف لما اقولك ايه الرتيب اصده بها ايه? بعد كده هنتكلم مسلا عن مادة زي زين كوكسايد بإذن الله. بعد كده السلبر على سطح زين كوكسايد. انا بإذن الله ما طولش عن كده لانه غالبا مش هيبقى فيها صحة ومش هقدر يعني يعني ربنا يسر بإذن الله ربنا يسر نحاول نكمل على شغل المواد تانية فيما بعد السلسلة ان شاء الله تستمر بس نبقى افنا لمطاع رجليه. حتى لو انت ما بتحضرش المواد دي انا انصحك انك تسمع الموضوع من باب ان انت تعرف تشوف الفكرة ماشي ازاي? تشوف الكلام ماشي ازاي? لان فيه كلام مش هعرف اشرحولك في محاضرات ولا هعرف اشرحولك في فيديوهات زي كده. لازم تتعلمه من ابحاث. فلازم يكون ماسك معك بحثة معين وساعة ما تيجي النقطة دي افتكرها. اقولك اه بص خلي بالك ده عمل كزا. خلي بالك دي معناها كزا. خلي بالك دي معناها كزا. ففيه حاجات مقدرش اشرحها لك على كل مادة من انت بتحضرهم. فهو نتعلم منها ان شاء الله ازاي ايه? نشتغل شغل ازاي كده. انا هحاول اختار الابحاث من مجلة علشان هي مجلة طبع دار ناشر نيتشر. هي مش عالية قوي لدرجة الكلام المعقد الصعب اللي في نيتشر. ولا هي يعني قليل اول الدرجات دي. وفي نفس الوقت ابحاثها فانا ممكن نفح البحث بالكامل على يوتيوب. علشان بس هقول ملكية فكرة وكده انا بحاول دايما اختار مختطفات من الابحاث حتى من الصور وبحط دايما الريفرنس تحت الصورة علشان مشكلة هقول ملكية الفكرية. على قد ما قدر يعني باكتها على قد ما قدر الله على ممكن يوتيوب يجي يقول لي لأ ده كده غلط ما يفعش تعمل كده. لكن انا بالنسبة لي البحث او بن اكسز انت اصلا تقدر تفوش تحمله من عانية مجانة. فانا سهل ان انا اعرضه كله بازن الله. اه واحنا بنتكلم هحاول دايما كل جزء من البحث نتكلم عنه في فيديو لو انت لك تعليقات عايز نتناقش ممكن نتناقش في الكومنتات تحت فانصحك دايما لو انت قريت حتة بص في الكومنتات شوف ايه حال تتكلم في حاجة في نقطة معينة عايزين نسيرها. سيما قلت لك احنا كاننا قاعدين في قاعدة مع بعض بندردش سوا. كياني قاعد جنبك كده في المعمل او قاعد جنبك كده في قاعدة على جنب عاملين نمسك بحسة مع بعض ونقرار. هدفنا ايه من الشغل ان ان انت تطلع بيه برشبهها ان شاء الله في المستقبل. ان انت تطلع شغل شبهه بإذن الله في المستقبل. لو انت تاخد في المجال النانو جديد. لو انت مش بتاعك مجال النانو ومضطر له بس عشان التطبيقات. عايز تروح تحضر شغل نواد نانو. عايزة تروح تجمل في سكتك في البيو ولا في البيئة ولا في اي تخصص تاني. بس واقف معك حدث النانو دي. عاولة كلامك البحث النانو بيمشي ازاي. وتقرأ معاني ان شاء الله شوية عشان ايه تتعمق في مضوعك. في ملاحظة بس عايزة يعني آآ الفة نظر اليها. ابحث النانو نوعين كبار. في نوع نوع استكشاف. مسلا دراسة سمية المواد النانو متري. هم بيجيبوا مادة ويطبقوا عليها تطبيقات السمية. هو بيكتشف. هو عايز يعرف هي المادة سمى ولا مش سمى. سميتها دي الدرجة قدية بتركيزات قد ايه. فهي المادة هي في الحقيقة هي سمى يا مش سمى. هو عايز يعرف. عايز يفهم. عايز يكتشف حاجة موجودة في الحياة. واحد مسلا انا عايز ييس اياسات كهربية للمادة. اياسات ضوئية. كل دي اياسات. كل دي نوع من انواع ايه انفهم الخصاص تاعت المادة. انا مش هركز قوي في الابحاث اللي زي كده هوت علشان مش هي القضية قوي يعني. اللي بيشتغلوا في السكة دي في الاغلب العام بيبقوا دارسين وعارفين هما بيعملوا ايه. النوع التاني من الابحاث الابحاث التطبيقية اللي هو عنده مشكلة بيحاول يحلها. واحد مسلا عايز مادة نانومترية عشان تموت بكتيريا. ده يفرق عند درست الصمية والكلام ده. واحد عنده مادة نانومترية عشان يعمل خلايا شمسية. يحسن دور الخلايا الشمسية. واحد عايز يعالج ملاوسات من المية. من المية مسلا للصرف. واحد عايز مش عارف هيعمل كزا. واحد عايز في مشكلة عايز يطورها. في منتج عايز يحسنه. في تكنولوجيا عايز يحسنها. ده الاغلب العام وده المشهور اكتر. فدي النوعية اللي انا هحاول اركز عليها اكتر. النوعية دي كده كده بيعملوا اياسات. وكده كده بيقيسوا خصائص. وممكن في البحث يكون في كزا تطبيق موجودين. ومن ضمنهم جزء كده مسلا عن دراست الصمية او جزء عن دراست بعض الخصائص. بس مش مش الهدف البحث كله يكون خصائص. فانا مش هركز في ان الهدف كله يكون دراست خصائصه بس. هركز اكتر ما الابحاث اللي فيها حتة التطبيق. لان الابحاث دي بتبقى تقيلة قوي في مجال النينو. تقيلة جدا. ممكن ان ما تخليها في الاخر. لكن الابحاث دي بتبقى خف شوية. جزء منها بيبقى التطبيق وجزء منها في المادة النينو. ده اللي يهمني اكتر. انه مثلا انا ان شاء الله حاول اركز في تلاتة اتجهات اساسية. اه الخلايا الشمسية ومعالجة المية والانتبكتيريا. انا مليش في جزء البايو. بس انا هحاول اتكلم على قد ما قدر عنه. من بعيد كده. على قد ما اشتغلت فيه. على قد ايه ما تبيعتي فيه. لكن انا مليش في سكة البكتيريا. اللي انا يعني مليش في تخصص البايو كله. لكن آآ من بابل اللي احنا بنحاول بنحاول نجتهد على قد ما يقدر. لان انا يعني عايز اقارضي جميع الاطراف. عايز اراعي الناس اللي من خلفية فيزياء مثلا. فقارب حاجة اللي من اللي من خلفية كميائية. فقارب حاجة عليهم الانتبكتيريا. وفي نفس الوقت هي تطبيقات سهلة ومشهورة. فحنحاول نتكلم فيها ان شاء الله دايما حسيني بضرب امثلة بالتلات حاجات دول خلال فترة المقدمة. بعد كنا بقى بإذن الله في الابحاث هنشوف بقى كل بحث سكتوته ماشية ازاي. وربنا يسر بإذن الله. على كل عزيزة يقول لنا تكون سلسلة موفقة وانه في الاخر نطلع بها بالفكرة دي. ان انا عايز تكون عقلية الباحث اللي معايا مدنان وعايز يطلع بها نتيجة ينشرها البحث. مش مجرد اللي هو ايه الشخص المحتاس. كلنا كنا محتاسين. بس انا عايز اطلع بيك من حد يدناها محتاس وهايب الموضوع. والان الدنيا ابسط من جده. ابسط من جده خالص. هو المشرف قال لك الحل. قال لك اقرأ. بس انت مش عارف ايه ردي تعملها ازاي. وعندك حق. فانا هحاول اساعد معاك في ايه ردي تعملها ازاي? اتفقنا? ربنا يسر الامر بازن الله. انا من دلوقتي بقول لك عزرا على الاطالة انا هطول. يعني انا في الفيديوهات والله انا عارف ان انا بطول. وعارف المشكلة دي. بس خزبنا عني الله. اللي بيحاول يتكلم من جواه. وعايز يعمل حاجة كويسة. عايز يسلع حاجة. بيبقى غير اللي بيقول محاضرة معاه وقته وبيسمع كلمتين من سلايدز وبيقم رزع حملة كده من كتابه وخلاص. فانا عشان شفت مشاكل كتير وشفت ناس دعملنهم فلوس ووقته ومجهود وناس يعني جالهم اكتاب واحباط من من كتر مشاكل هايفة وتفها جدا. بس هو تايه. محدش مرتب له دماغ. فانا بيحاول ارتب لك زينك شان تتجنب المشكلة اللي انا شفتها. فانا هطول. فارجو في السلسلة دي اللي محدش يزعل من الاطالة. اه بالنسبة للبريزنتيشنز دي او اي الابحاث هتلاقيها ان شاء الله في لينك تحت فيديو المقدمة ده. هتلاقي الابحاث كلها اللي هنتكلم فيها ان شاء الله موجودة في لينك جوجل درايف زي ما متعودين. بإذن الله هتلاقيهم للمهتم ان هو يحملهم على طول بدل ما تخش انت لسه الدور على سينتيفك ريبرتسو بتاعه. هتلاقي البحث مكتوب برقم الفيديو. كل فيديو هبلو رقم معين مسلا. مسلا هنرقمهم ان شاء الله هنرقمهم زي ونرقمهم بإذن الله. الفيديوهات ربنا يهدينا ووفنا نحن نحل المشكلات اللي شفتها. وانك بإذن ما تقعش في لقس المشكلات دي ويكون طريقك ان شاء الله يعني ميسر بإذن الله. ربنا يسر حاليا عندك. شكرا.